مرحبا حبايبي اشاء الله تكونوا بخير ياريت اذا حبيتوا الفيديو تضعوا لايك قبل ما تكتبوا الكومنت واذا انتو اجداد تشتركوا فيا معكم نيلي مع قطيب حلاوة الحليب او حلاوة تشكليتية من المطبخ العراقي يلي مقاديره 1.5 كأس سكر 300 جرام 2.4 كأس ماء رشة ملح معلقة ليمون كأس حليب مجفف 80 جرام كأس الطحين 125 جرام 3.4 كأس زيت زاد معلقة كبيرة سمنة وزينا حسب الرغبة اول شي من حضر القطر يعني مثل القطر يعني نحط المي و السكر كاستين وربع المي ورشة الملح ونحطهن على النار نفس الوقت نحط الزيت على النار ونحط الزبدة معه ونحط لما يدوب نحط الحليب والطحين معه ونبدأ نحمصه على نار هادية نحمص لما يتغير لونه تماما هناك القطر عم بيغلي كمان على نار هادية مو عالية بعدين عصرنا عليه ليمون وفانيل نحمص لما يتغير لونه بعدين اشعره شوي مرة ثانية القطر نبدأ نحط القطر نحط القطر نبدأ نطول بالنا كثير لانه لا نريد أن يحترق نريد أن يتغير لونه يصير ذهبي نحمص شوي شوي طولوا بالكم كثير نبدأ نتغير لونه و نقلب ونقلب 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 كتافكم نريد ان يوجعكم ولكن ليس مجددا ونبدأ نضع القطر القطر ثانية ونقلب قد يكون القطر يجب أن نضع القطر يجب أن يكون حار لما نسكبه ونضع قطر نضع قطر نضع قطر ونضع كل الكمية الكمية القطر اللي عملناها نحط ونحرك نحط ونحرك على نار هادية هيك صار تمام هيك نحركوا كمان شوي ونشيلوا من نطفي النار هوني ونحركوا شوي بعدين انا عندي صحني خفت انو يفرقع لذلك حطيتو فوق شوي مشان يتفى هيك مشان يتفى الصحن ما يفرقع بعدين وقلبتو بعدين حطيت قلبو الحلاوي ونحاول نساوي الباستولا هيك كله نحاول نساوي واطرافه كمان ونجيب مي ونساوي ووتشو كمان شوي قدر المستطاع نساوي بشكل حلو هيك الاطراف كمان جبت قطعة متل هي القطعة اذا عندكن او اي قطعة انتو عندكن نياها يعني وبعدين حطيت فوق جوز زي انته بالجوز وزي انته ببزر القرع وانا كنت عاملي جوز هند شوي هيك جوز هند محمصته شوي على النار هذا جوز هند عادي بس محمص بس محمص وهيك عملت الشكل بيضوي باعتبار انو صحني بيضوي وبالسكينة يعني وحطيت فوق جوز هند والأطراف جوز هند وهيك قدمتن وتحياتي لحبايبنا العراقيين ولكم جميعاً واللي مو مجرب الوصفة يا راتي جربة ويعطينا رأيه فيها وأشكركم جميعا وإلى اللقاء في وصفات قادمة هيدو